عايزين بقى نسألك على مشاركتك في موضوع عائلي والمشهد العظيم يحكي لنا عنه بقى. اه طبعا موضوع عائلي يعني محبب الى قلبي جدا جدا. انا مسلسل بحبه جدا وانبسط ان انا كنت في المسلسل. والمشهد طبعا انا عارف اصدوقها لانه ماشي. الالم. الالم الجميل. الالم. الالم. بس ما جاش من غريب. اه. في بيتها. شو بيتها? يعني يبقى في البيته هنا كمان. طبعا عايزين نبعد تتحياتنا الكبيرة جدا 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 للفنان العظيم. واسطورة التمثيل المصرية. الفنان ماجد الكدواني طبعا والد يوسف الكدواني. وفكرة بقى ارتبطك باسمه هل ده بيحط عليك ضغط زيادة? ولا انت حابت تفصل الحتة دي خلص عن بعض? اه هو هو مسل من زمان جدا وتعب ووصل اللي هو فيه. انا بحاول ابتدي. وهتعب بردو كل حاجة. فانا مش شايف ان اصلا ينفع يبقى فيه مقارنة. اه ما بين اه هو عمل حاجات من زمان جدا. انا لسه بابتدي. اه. فما ينفعش يبقى فيه مقارنة خلص. مش فكرة مقارنة على قد ما فكرة بتكلم على الضغط يعني مسلا واحد ابن فنان بحجم الفنان ماجد الكدواني واحد تاني لسه مبتدي زيه بالضبط. الضغط اكيد بيبقى عليك بيبقى زيادة شوية. لان فكرة الاصل ده لازم يبقى ابن الممثل لازم يطلع ممثل جامد مثلا. اه. عادي جدا ان انا ابتدي في الاول. اه. في ادوار ممكن متكونش احسن حاجة. اه. هحاول اشتغل عن نفسي. واطور من نفسي جدا جدا. واحاول ابقى ممثل كويس. ولكن انا مش شايف ان الحاجات دي بتورس خالص. انا ممكن لو اكتشفت ان انا مش مش هنفع امثلها واقع في تمثيل. انما لو الحمد الله انا عارف اكمل. هكمل. مش هعند يعني. لما بيجي لك دور بتاخد رأيه ولا تحب ان انت الرأي الاول والاخير يبقى ليك انت. لا بحب اخد رأيه بصك في رأيه جدا. اه. وبيقول لك بقى يعني تعمل ايه ما تعملش ايه. في حاجات يقول لك لا ما تعملهاش خالص فانت اللي هو تبقى الدور عاجبك بس هو بيقول لك لا. بس هو ديمقراطي جدا. يعني مش هيقول لي لا. هو هيقول لي رأيه. وهيسيبنا نصر. ودي طريقته عمتا معايا. هيقول لي رأيه. وانت اخد القرار. يرمي لك المعلومة كده وانت حر. اه انت حر. يبقى قرارة كده. بالزبط. ام. وهي اهم نصيحة اقالها لك عشان خطر تفضل مكمل في الكرير ده. احب اللي بعمله جدا. لان انا لو محبتش اللي بعمله ازاي ها ها هوصل منه حاجة. ازاي هقدر اكمل فيه. هو قال لي شوف اي حاجة في العالم انت بتحبها. حبها قوي لدرجة ان انت مستعد كل يوم تنزل من بيت عشان تعمله. فهو ده اللي انا عايز اعمله. يوسف انت بتشتغل على نفسك ازاي? او بتطور نفسك ازاي في موضوع التمثيل ده? انا اه باخد حتى بعد ما انا انا درست اه ولكن انا شايف ان دي حاجة لازم التمرين عليها على طول. اه مش بس تمرين انا امثل برضو انك تمرن خيالك. طبعا ممكن الجملة تكون غريبة شوية. بس انك تتفرج على حاجات كتير. افلام كتير. افلام مختلفة. مش شرط مصري. اه تشوف ثقافات مختلفة. اه تشوف اه شخصيات مختلفة. انا بحب اتفرج على اشخاص حقيقية. اه. اه بتطلع اشخاص حقيقية. اه باخد بحاول اقرأ على قد مطر. اه. بالنسبة هي قدام الكتاب بيبقى موضوع صعب بس بحاول. اه. من فترة للتانية ممكن اقرأ. كل يعني بتشوف ان الاراة دي بتبتطور من مهارات الممثل عمتا? طبعا لان انت الورق اللي بيجي لك كسكريبت هو بيبقى كلام. انت لازم بتحوله ان هو يبقى حاجة مرقية. تتشاف. انت اللي بتمثله. فطبعا انك تمرن خيالك انك تقرأ حاجة وتحاول تتخيلها. ده بيساعد جدا الممثل. وطبعا ان انت اصاده الناحية التانية. تفرج على افلام مختلفة. تتفرج على افلام وطبعا ان تشوف الكلام ده. ده بيساعد الخيال عمتا يستوعب كل ده.